أهلا من جديد مشاهدين الكرام جمال وجمال أخاذ للطبيعة ولإنسان المنطقة تابعنا في مدينة الدنج نذهب مباشرة إلى دار الشرطة ببره وسعيد جدا أن ينضم إليه عبر الهاتف سعادة الرائد شرطة معاش وسام الدين قريب الله لنتحدث عن الفعالية الموجودة هناك المتعلقة بالمفصولين تعصفيا من منصوبي الشرطة أهلا بك صباح الخير نعم نريد أن نضع الآن مشاهدنا عبر صباح الشرق في الصورة بحديثك عن فعاليتكم الآن هناك في دار الشرطة في بورلي السلام عليكم والحمد لله والصلاة والسلام عليكم الفعالية هي جايمة على اتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين والمسؤولين تعصفيا نعم وهم عندهم مطالبة الرجوع إلى الخدمة أو التعديل المال أو تعديل المعاشات إن شاء الله واللجنة عندها لجنة 312 تشكلت بغرار وزارة السيد وزيرة داخلية نعم يعني ما الذي حدث الآن ما الذي جرى منذ صباح اليوم في هذه الفعالية والله حتى الآن يعني والإجتماع إن شاء الله حبنا وإن ساعة عشرة داخل لساعة 12 وإجتماع حيكون وقر إحتجاجية وإجتماع طغيري للضباط لأنه اللجنة 312 قامت بكل ما لديها من التزامات نعم ويعني حصلت لأكتر من 4400 ملف تقريبا في توصياتها إنه يكون في إعادة لضباط المفصولين تعصفيا والناس اللي بقدر يواقبوا في الخدمة يعني حصلت لأكتر من 700 شخص تقريبا نعم وكل تأكيد الاتحاد واللجنة برتكز على شيء مهم جدا باعتبار واحدة من نجاحات الثورة إنها فتحت ملف العدالة وقضايا المفصولين وهذا خط دائم لكم كثيرا سعادة الرائد نعم اللجنة تشكلت ويجيب غرار وزاري من السيد وزير الداخلية طبعا لجنة 312 ورفعت توصياتها للمجلس السيادي ونزلت التوصيات دي لوزارة الداخلية وشكلها لكن يبدو أنه أخذت ستر أكتر من اللازم يعني الناس ما أخذت قرارات واضحة حتى البنة نفسها ما أخذت طرار واضح لنقبض المجلس السيادي ولا من مجلس الوزارة ولا من مزارة الداخلية يعني أنا ما دع أصيبني أنها حتى تتركوا لأنه لحنا لازم نتحلى بالانضباط العسكري والأدب لأنه يعني ما فيه روح بتاع السعادسية نحن نهائي المسحفة ناو حتى وقفتنا الاحتجاجية ما مننزر لها نظرة بتاع عدس أو شخص هي النظرة للناس اللي أخذ الحكومة وهي هي ثورة غامض من دماء شهداء أصلين لازم يتبعون حقوقهم ويعني في مبعودين وفي أسر بتاع الشهداء يعني نشنا بيجرين ندعم الحكومة هي نفس الحكومة الانتغالية والثورة دي لازم يدعموها بيدخواها بدماء بتعضبات عندهم حدث أصيل أصيل حق ومستحق يعني دعمهم إن شاء الله إن شاء الله نتعلم أيضا على موظم الأعمال وآخر الأعبار اللي قمت بها اللي تلتونية واثناشر فيما يتعلق بغضاياكم ومطالبكم العادلة الغضايا والمطالب اللي تتعلق بها أنا عشان أقدر أدي فرص معي برضو لأخذ معي وأخذنا يعني من جانب الإسايا عشان تشارك معاني في المشاركة أديك والأخذ ولهن الحق في ذلك العديد صالحة عبد الماجد لو تكرنت صعادتك صالحة عبد الماجد صالحة عبد الماجد صالحة عبد الماجد نعم مرحبا شعادة العقيد صالح عبد الماجد ومن خلالك أيضا نريد أن نكون في الصورة على أبرز وآخر أعمال اللجنة 312 فيما يتعلق بقضايا للمفصولين من رجالات الشرطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزعد الله صباحكم بكل خير غانات الشروق ربنا يمتعكم جميعا من الصحة والعافية آمين صالح عبد الماجد صيد أحمد عضو اللجنة 312 عضو باطن وصولية عسوفيا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها فحملناها الإنساء أنه كان ظلوما جهولا أمانة كانت على عاتغنا أمانة كبيرة جدا يعني قولنا أننا نحاول نوصف مضمونين كانوا يعني في الشرطة كفاء وكانوا في الشرطة يعني ما كان عين يتنوم كانوا العين الساهر واليد الأمينة لكن بكل أسف يعني حكومة الإنغاف كانت جناد عليهم شردت الضباط وشردت الكسر بحمد الله عنهم الثورة لما نجاهد إحنا تعشمنا كثير في هذه الثورة وكلنا نتوقع يعني لما رفع التوصيات بتاع تبلغينا في 2012 نلقى الإنصاف للمعاشيين فقرابة إلى 8 أشهر وربما دخلنا إلى 3 عاملة نحن رفعنا التوصيات وحتى الآن يعني ما ظهرت أي شيء على الأرض الضارف فما كان يعني يعني مننا إلا إنه نجمع الضباطا من المعاشيين عشان ندخلوا في الصورة لأنه الأمانة صعبة جدا كون يعني نفسه على التوصيات بتاعتنا دي والجدام وما تلقى يعني الإنجاز بتاع المكور إحنا كلنا نتوقع يعني لإنصاف المعاشيين فده الخلاني نحن يعني اليوم إن شاء الله مقعدين أو طلبنا إن كل المعاشيين يتواجدوا عشان نكون يد واحدة والأهداف بتاعت الثورة إنه في عدالة في إنصاف نشوف يعني هل هل المجلس السيادة أو المجلس الوزراء هل حينصفوا الضباط المعاشيين هل حيضوهم حقهم المفصولين تعسفيا ها أم فصلوا في زمن الإنقاذ ها شردوا المعاشيين إحنا عايزين هل مجلس السيادة هيقوم بإنصاف خذل معه ألا الشريحة والشريحة الدور كان لا يعني لا يقفى على الكل يعني من مساهماته في باب الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها ويعني الدور كان بزنب المعاشيين ديلا ما كان ما كان دور سهل فكنا نتوقع إنه يعني نصف يصدر قرار بإرقائهم في الأول بعد ذلك يقوموا يعني نقول لهم والله أنتو هل هل نتقاوزتوا السنة القانونية 65 أنتو ندوهم تعويض أنتو أقل من 65 أنتو نديكم إعادة فده كل ما حصل ونحن يعني رفعنا يدنا نصف هنا وتعارى إنه يوصف المعاشيين لأنه نصف الضياب وربما المعاشيين يعني أسا هما سرطنوا في رغم اللحظات هما ما ينفجروا إذا حصل انسجار من الضباط هو أصل حد الآن هما منضبطيه لأنه الانضباط ماشي في دمهم لكن ربما إذا واحد صف دول شي طبيعي لما نتقل ده يحصلوا انسلات يحصل انسلات أمني لأنه هما كان عندهم دور لما هما في ثورة الإنغاز لأنهم دور في استجاب الأمر لكن بكل أسد حكومة الإنغاز يعني شردتهم وكلنا نتوقع الثورة تجدون حقهم برض الثورة ما داتهم حقهم لأنه يعني ندعو ندعو مجلس الرزعة ندعو مجلس السيادة إنه يستمعوا للمعاشيين دينا ويقضوا حقنا لأنه ربما سبحانه وتعالى دي أمانة ولاجم الأمانة دي ربما سبحانه وتعالى وربما سبحانه وتعالى ما حبب الظلم لنفسه من صفاته ربما سبحانه وتعالى ما كان الظالم كان العهد فنحن سبحان الله يعني ربنا يعني ينصرنا على مقب وإن شاء الله ربنا يعني يجدين حدنا إن شاء الله ويجذاكم الله خير ربنا يعطيكم جميعا بالصحة والعافية جوزيتي خيرا وانا تمنى ليخرج اجتماعكم اليوم بنتائج مرضية لكم ولجميع المفصولين تعسفيا ونزل الله لكم العدل والإنصاف في هذه القضية وفي هذه المطالب المشروعة خصوصا بعد أن أضحى السودان بعد ثورة بلدا فيه حرية